بلال شكرا شكرا وصبع الخير لكل مستمعين وطاقمكم شكرا جزيلا لك سيد بن ركيك وزير صحة يأمر بتخصيص 50% من الأسرة بالمستشفيات لمرضى كورونا اليوم السؤال الذي يطرح بذلك أن الوزير اليوم أمر كل مدراء المستشفيات بتخصيص 50% من الأسرة هل ننتظر الأسوأ اليوم؟ سيد بلال من قبل أود في بداية الأمر أن أذكر بأننا نتكلم على قطاع صعب حساس شائك يتطلب بصفة دائمة إصلاحات إلى رؤية جديدة ومخطط استراتيجي لكل وضع صحيح خاصة في حالة وبائية خطيرة مثل جائحة فيروس كورونا اليوم القطاع مهني صحيح يشونا وضع خارق على الرغم من تعبو الإرهاق وهي جول المستشفيات المخصصة ومكلفة بالعناية الصحية لوباء كوفيد كوفيد 19 ومنذ أكثر من ستة أشهر يعني لنا الحق في أي عطلة أو عطلة نهاية أسبوع إلا الإرادة يعني والعزيمة القوية لتقديم خدمات في ومحاول التقديم وتوفير الخدمات والوسائل اللازمة لكل مواطن بحاجة للعلاج لأنه أولا بالنسبة لنا عمل إنساني وحق مدستر وفي يوم هذا الجمعة الماضيين عقدة اجتماع على مستوى الوزارة تحت رئاسة وزير صحة أين؟ يعني أين خضرت تقريبا جول مدارع مستشفيات العاصمة أعطى تعليمات صارمة بعد دراسة الوزارة أين طالب من كل مدير أن يخصص نصف عدد الأسئلة المستشفى لتكفر بأمراض هذه الجائحة نظرا لطالب المتزايد بقطرة واعطاء الأولوية لإقتناء كل وسائل ضرورية من المستلزمة الطبية وغير ولكن يعني الشرح يعني هذه النصفة الأسيرة للمستشفى باش ما نغلطوش يعني المواطن الكريم يعني كين بعض الإختصاصات مثلا طيب النساء طيب الأطفال طيب الكيلة هذه غير معنية يعني لآماتها نقوله مستشفى عنده 600 سرير الأخبيلان 600 سرير يعني الأسرة اللي ره هي معدودة في يعني يعني رأنا محاسبينها على حساب هذه الإختصاصات غير معنية صحيح هيدا بش يكون يعني بش يقولك آه هذا عنده 600 سرير لازم يدي 300 عنده 200 سرير أزمة بدون يعني حساب الأسرة على الإختصاصات الأخرى كان إختصاصات جدو مهمة مثلا طب النساء طيب سيد زوبيركيك لأنه في هذه النقطة فقط أريد أن أطرح هذا السؤال لأنه اليوم لما نقوله لو نتحدثوا أنه تخصيص 50 بالمئة من الأسرة ونحن على دراية طبيعة المستشفيات في أهل جزائر قديمة ويعني أكل الظهر عليها وشارب لكن أريد أن أطرح سؤال هل سيؤثر على الأمراض المستعصية الأخرى خاصة فيما يتعلق القلب والشريين وغيرها يعني من الأمراض في الحصول على سرير داخل مستشفى اليوم شوف سؤال تاك في محلو يعني سؤال هذا أعجبني شوف نحن بالنسبة لمسيري المستشفيات بالنسبة كذلك لمهاني الصحة مثل الأساتدة والأطباء وسلك الشبه الطبيين مهم جدا مهم جدا أي مرض يتقدم بغض النظر على المرض ولابد يكون له الحق في العنام ولكن حسب تعليمات الوزير قال لك الأمور متعلقة بالاستعجالات لا بد من إعطائها الأولوية ولكن فيما يخص بعض الاختصاصات الاختصاصات مثلا طب الريتا العريماتولوجي مثلا طب عدد تكييف وينما كاش يعني ما كاش أمر مستعجل الإنسان يقدر ينتظر لما كاش ألم ما يتقدمش من الأحسن مش نعطوه الأولوية لهذا يعني الجائحة كورونا لكين عدد كبير ومتزايد بكتروي سبب خطر يعني على مستوى الصحة الصحة العمومية حتى الإنسان اللي يجي هذا بالنسبة لنا يعني لازم نقولوها بكل صراحة ما عرفنا هاش في السابق ما عرفناش يعني هاد النسبة من الخطورة الآن اليوم أراك تشوف هاد هاد الجائحة جائحة يعني يعني عالمية لي والمواطن والقضاء ما كانش نقول لك بكل صراحة ما كناش مستعدين بش يعني ندخلوا في حرب ضد ضد ما تقول هذا يطلب إمكانيات يطلب الوطرات يطلب كما كنت قول سؤال تعكلي كان في محلو هل إحنا كنا مستعدين من ناحية المنشآت الصحية مستعدين من ناحية المعرفة لهذا الفيروس هذا الفيروس نتحدى أي طبيب باحث أي ليعرف كيف شرح يكون غدا صحيح يعني ما كنش نقولها شوف حنا عندنا سيبيلال عندنا مستشفيات قديمة عندنا إمكانية اللي عندنا عندنا مهاني الصحة عندهم إرادة عندهم عزيمة ولكن الإرادة والعزيمة لازم تتبحها المعرفة تتبحها الإمكانيات تتبحها تتبحها الاعتبار بهذا القطاع وعطيها ولازم نستمر أكثر في هذا القطاع اليوم يعني نقول لك هذا الفيروس راني مسير قديم نقول لك باللي عرض قيب على الصحة وره النقايس ولكن حاجة حاجة مريحة وره باللي كين حقيقة يعني جنود وره باللي كين إرادة ولكن الإرادة وحدا سبيلال ما تكفيش لازم نظرة جديدة لازم استثمار أكثر لازم يكون الاستثمار في منشآت طبقا للمقاييس من نقول لك ثلاثين ثلاثين مستشفى ولكن يكونوا مستشفيات جهوية في المستوى لنقدروا نفتخروا بهم وكيفاش يعني ما من العمل وظروف العمل تكون أحسن لاستقبال المريض وأحسن لمهاني الصحة هذا نشوف أنا أمر مستعجل ولابد من إعطاءه الأولوية اليوم عندنا هذا الفيروس إن شاء الله نتغلبوا عليه بهذا الإرادة ولكن في المستقبل كذلك يكون فيروس آخر ويكون آخر لازم نتعلمه من هذا الوضع بش نخرجه يعني نخرجه بخريطة تاريخ لتخدم هذا القطع فيه مشاريع فيه رؤية فيه استراتيجية لابد من أن تجسد في الميدان كذلك أنا نظن نظن هذا حسبنا وقولها بكل صراحة لأنك استدعتني كمدير وكذلك نقدر نتكلم كخابير في هذا القطع اليوم ممكن ما ناخدوش يعني منشعات أخرى والمسكل يكون مسكل يعني مش غير تعالدولة أو تعإنسان أو تعقطع مسكل تعالجميع من هالدولة القطعات الأخرى لازم قلنا يعني نتحدو باش نحاربو هاد الفيروس باش نحاربو بسلوك الحضاري باش نحاربو بالاستثمار في أشياء اللي دائمة لا يبود من استثمار في حاجات القطع الصحة أنا أقول لك جد وحساس شائق صعب ولكن يبقى سهل وتبقى الإرادة بالاستثمار المفيد بالاستثمار اللي يعطي اتيمار في أقرب الأجال المواطن نقول لك يعني راني مواطن ساكن في حي شعبي نقول لك واش ننتظر وراني في احتكاك مع كل الناس يجين تكلم عليه لا يبود يكون عنده قطع في المستوى قطع الصحة أولا وقبل كل شيء صحيح جد الإشارة مشاهدين الكرام أن المدير العام لمستشفى في سحمود بارني سابقا سيد زوبيركيك سيكون معنا حاضنا غدا إن شاء الله في حدود الساعة الخمسة مساء حتى نتحدث عن هذا القطاع والنقائص الذي تكون فيه وبعض المقترحات التي قدمها مدراء المستشفيات لوزارة الصحة لمكافحة هذا الوباء سيد ركيك يوم موفق ألقاك إن شاء الله يوم غدا إن شاء الله لا ترحم على جميع الضحايا الذين وفتهم المنية يترصب بيروس كورونا وبصفة صفة خاصة لضحايا مهنية الصحة صحيح إن الله وإن الله يراجعون ألقاك يوم غدا إن شاء الله سيدي وبركيك شكرا شكرا جزيلا ويوم موفق معي أيضا الدكتور يحيا